أعلنت الحكومة العراقية لمجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة لتهيئة للتفاوض مع واشنطن وأخرى لإجراء انتخابات مبكرة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العروم ألقى كلمة العراق في جلسة مجلس الأمن التي عقدت لمناقشة تقرير الأمين العام والاستماع إلى إحاطة رئيس بعثة اليونامي جيني البلاسخارت وأكد المندوب على أهمية صون سيادة العراق وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومنع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلقا لتوجيه هجمات ضد دولة ثالثة وشدد المندوب الدائم على أن أولويات الحكومة هي تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا وصياغة مسودة ميزانية استثنائية تعزز القدرة على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية